مشاهدين الكرام مهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من نوع القناة الخبرية في الجزائر إذا نجوة حرة تشهدها معظم المناطق الشمالية للوطن هذا إلى غاية السبت القادم نسأل نشرتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صفاء واستقرار يميز معظم المناطق الشمالية حتى الجنوب الكبير وعن حركة ريح لنهار اليوم استمرار دائما هبوب ريح ضعيفة نسبيا على المناطق الشمالية والجنوبية تسلس سرعتها إلى حوالي 30 كم في الساعة نمر مباشرة إلى حالة التقس المرتقبة لظاهرة اليوم نتوقع بإذن الأجواء حرة ومشمسة على كل المناطق الشمالية مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بالهضابة العليا الغربية بالجنوب الأجواء ستكون مغشات وشبه رعدية على بشار حتى بمرتفعة الهجار والتسلي لكن يبقى التقس مشمس وجاف على باقي المناطق الجنوبية للوطن مع تطاير للرمال على الشمال ووسط الصحراء حتى بالثورة درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة اليوم ستعرف ارتفاع عن سجل حوالي 35 درجة بالجزائر العاصمة تيبازا وابو مردال 37 درجة على تيزي وزو لغوات 33 درجة على عناب بجاية واسكيدا 34 درجة على صيف 33 درجة على باتنة 35 درجة على قلمة 34 درجة على وهر المستغانم واتنس 36 درجة على تلمسان 37 درجة على تمانراز 44 درجة على عين سلح أدرر إليزي وجانت 46 درجة بتين دوف 42 درجة بعين جزام وعن الوضعية الجوية المرتقبة لليلة اليوم ليلة الأربعة إلى الخميس نتوقع بإذن الله ليلة هادئة ومستقرة على غرب وسط البلاد حتى على المناطق الشرقية والجنوبية درجات الحرارة المرتقبة لليلة اليوم تصل بإذن الله إلى حوالي 28 درجة على منطقة عين سلح وأدرر 32 درجة على تين دوف 31 درجة على عين جزام 27 درجة على إليزي وجانت 29 درجة على تنسان جزائر العاصمة تسيارة الجلفة حتى عن نابة 28 درجة على قلمة 20 درجة بتيزيوزو و21 درجة على منطقة وهران حتى البيض نعامة ومشرية أما عن حالة البحر لنهار اليوم البحر بإذن الله سيكون قليل الإتراب على طول الشريط الساحلي مع رياح ستكون مختلفة الاتجاهلة الشمالية الشرقية تتراوح سرعة عامة بين 20 حتى 30 كم في الساعة لكن ممكن أن تصل سرعة رياح إلى 40 كم في الساعة قرب السواحل الوسطى مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي ظاهرة وليلة اليوم والله أعلم شكرا لكم على المتابعة أفهمني لأ ترجمة نانسي قنقر